أعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو خلال مكالمة هاتفية تقديم المساعدة لإخماد حرائق الغابات المدمرة والتاريخية المستعرة في كندا بحسب ما أعلن البيت الأبيض وقالت الرئيسة الأمريكية في بيان أن بايدن أمر فريقه بتوفير كل القدرات الفيدرالية المخصصة لمكافحة الحرائق والتي يمكن أن تساعد بسرعة في إخماد الحرائق التي تؤثر على المجتمعات الكندية والأمريكية هذا وكان البيت الأبيض ضع قبل ساعات من ذلك الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا والذي وصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة